أهلا بكم أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتومة لعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي رياضي أهمية إطلاق المجلس مبادرات وأفكار جديدة تسهم في نشر وتطوير الرياضة المجتمعية في دبي وتعزيز مكانة الرياضة وتنفيذ رؤية المجلس نحو بناء مجتمع صحي وسعيد جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي رياضي في دورته الرابعة بمقر المجلس حيث عبر سموه عن ثقته بأعضاء مجلس الإدارة وقدرتهم على تنفيذ مهامهم في تطوير القطاع الرياضي في إمارة دبي وعلى مستوى الدولة عموما في ضوء الاهتمام بصناعة مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة وقد أطلق سموه ولي عهد دبي عددا من المبادرات الرياضية الهادفة لجعل دبي مدينة المستقبل والحياة تضمنت مشروع تطوير استدي الكرة في كل من نادي شباب الأهل دبي ونادي الوصل ومبادرة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي وتنظيم دورة للألعاب الشاطئية ومجموعة مبادرات وفعاليات رياضية في مناطق حتى والمرموم وجميرة على وتنع الاعتماد تنظيم دورة الألعاب الرياضية للشركات في دبي كما أطلق سموه الهوية المؤسسية الجديدة للمجلس وقم بالتوقيع على كتاب دبي نبض الرياضة الذي يعد بمثابة سجل متكامل لإنجازات المجلس خلال الفترة من 2006 إلى 2017 في حين اطلع سموه خلال الاجتماع أيضا على النتائج التي تضمنها تقرير رعاية الاقتصادية للرياضة في دبي للعام الماضي والذي سجل 851 مليون دولار في دلالة على الأهمية الاقتصادية للأنشطة الرياضية التي باتت تشكل أحد روافد المساهمة في الدخل الوطني وقد التقطت صورة تذكارية لسمو ولي عهد دبي رئيسي مجلس دبي الرياضي مع أعضاء مجلس الإدارة والمنتسبين أمام المقر المجلس في حي دبي للتصميم تعود المنافسة لمسابقة دول الدرجة الأولى الخميس ترجمة نانسي قنقر